وجه سيادة المطران وليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين رسالة إلى المؤمنين بضرورة التضامن مع أبناء قطاع غزة جاء ذلك خلال القداس الاحتفالي لعيد الحبل بلا دنس الذي أقيم في رعية العائلة المقدسة اللاتين بمدينة رامالله بمشاركة الأبي عقوب رفي دراع الكنيسة سبق ذلك ندوة دينية بعنوان معاني عيد الميلاد قدمها المطران الشوملي لأبناء الرعية تطرق خلالها إلى معاني الميلاد الروحية والخلاص والتحرر من الذنوب والخطايا التي هي سبب مأساة البشرية وأكد المطران الشوملي أن معاني عيد الميلاد تكمن في الفرح الروحي بعيداً عن مظاهر الاحتفال الخارجي